الله الرحمن ريشان أكبر ريشان أكبر صحابي حر صحابي حر مقتل الشاب الفرنسي ناهل زو 17 سنة برصاصة من شرطي فرنسي تثبت اليوم في حرب أهلية فرنسية اليوم الكثير من مشهورين السياسيين سواء من اليمين أو من اليسار من معارضة أو من الحزب الحاجة لكن قلوا هذه حرب أهلية بين فرنسيين هذه حرب بين فرنسيين فرنسيين من أصول أجنبية يكرهوا فرنسا كما قالها اليوم لكفيري وزير التربية السابق في نقاش مع كون بانديد اللي هو ألماني جنسي هو ديبوتي في فرنسا ويشارك في السياسة الفرنسية لأنه ما يقدره يا جنسيين كون بانديد يقولوا ان المعتقل اللي يعتقلوهم في هذا المباراة تفقدوا سبعمائة واحد يقولوا 99.99% فرنسيين والآخر ما يقولوش لا يقولو الصح ولكنهم يكرهوا فرنسا ما يحبوش فرنسا وعلاش لأنه ترباو على كراهية فرنسا ما جاش الكراهية هادية من والديهم كرهوهم فيها لا السياسة بمتبقتها فرنسا على الفرنسيين دول أصول أجنبية هي اللي خلاتهم من يطمع لأنه الطفول من اللي يكبر وهو يحس باللي يراه منبوذ مهمش غير مرغوب فيه راو فرنسي منطينا أخرى كما نسميه منه فرنسيس تايوان سديفو فرنسي هذا هو الواقع سديفو فرنسي من اللي يكبر المدارس اللي يقرأوا فيها مسمينها دي زون دي ديكاسيون بريوريتير يعني هاد المدارس جاي في مناطق اللي الطفول يحتاج أكثر تربية من التعليم حيث يربيوا أنه والديه فهمش قدر أن يربيوا حاجة يمشيوا بهذا المدارس والأساتدان يدرسوا فيهم مؤهلاتهم ضعيفة لأنه الأساتدان يرفضوا يمشيوا يدرسوا في هذا المدارس يعني مصغر وانتهي تخلي الطفول هذا عايش مهمش ويكبر ويكبروا معهم مشاكل ولما توصل لسن المراهقة ويشوفوا هذي أولاد كان مراهقين لأنه اليوم يقول لك الأغلبيات تحهم هذا 16 17 13 نسنة سن المراهقة يحس بروحوا باللي البلاد اللي يقش فيها واللي ينزال فيها واللي يحمل جنسيتها عراف ذاته عراف ذاته جالة منه مثل اللقير اللي باباه رابطه ما هوش باقيه لأنه عارفوا بللي لقيت هذا باللي هذا الشعور هو اللي يخليهم يكرهوا فرازا يعني دايور اللي كفرين أكد كثير على هذه الكلمة و الثورة اللي نارض هذه تعتبره غضب هاد الفئة هاد الطائفة هاد المجموعة سبعت من فرنسيين اللي يعتبروا الروحهم يحيشعروا بروحهم محبورين في بلادهم مهانين بلادهم بالرغم أنه تشوف رسميا الدولة يقول لك نصرفو عشرة مليار دولار و أيرو على هاد لهم ميات مليار على هاد البانليو هاد 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 لكن كيف هاش تصرف هس كتقضي على التمييز العنصري كان تمييز وده اليوم في النقاش تابي كفري ما كون بنديت يتكلم على السيغريغاشن على التمييز التمييز هذا ما تقضيش عليه بالدراهم ما تقضيش عليه بالدراهم ما تقضيش تقول لي أنا في المدرسة تعل بانليو هاد الضحي هاد نعطي خمسين أيرو ولا ميات أيرو ولكن ما حبيت نعطيها زيادة للمعلم اللي يقبل يجي درس فيها لا مش هاد اللي تقضي عليها الحل بينه أنه تخلي الفرنسي ذو الأصول الأجنابية وخاصة المغاربي والإفريقي يعيش مع الفرنسي القح الحقيقي تعصح خليهم يعيشوا مع بعض الحل هذا اليوم ثاني جونيو بلانشان زعيم الفرنس السوميز ترحو قال لابد وأننا نعيش مع بعض يلزم نسيش مع بعض يقولون لو تكلف غالي هنا ولدت فيها تكلفة تصرف مئة مليار أيرو في العام ما تقدرش تقضي عليها أما باش تخلي نفس الفرنسي يسكنوا مع بعض في حي واحد في عمارة واحدة تجيك غالية ما تقدرش عليها نات تجربة هذه تعليقات نعيش مع بعض دارها رئيس بلدية بيزي هي مدينة بيزي دار في واحد الحي عاودوا بناوة كان نرى بغدا عاودوا بناوة وسكن فيه فرنسيين من أصول فرنسية وفرنسيين من أصول جنابية حطهم يقشوا مع بعض والمدرسة يقرأوا فيها التلاميذ من الجهتين فرنسيين تالجهتين روبر مينار عرف للمشكل في بيزي جاي من هذا التمييز وبتالي يقدع التمييز ونجح وهذا بشهادة سياسيين فرنسيين مع العلم أنه روبر مينار اللي كان هو رئيس منظمة محققين بلا حدود الاسف روبر مينار وكان صحفي من مواليد الجزائر سنبيي نوار نوال موالي الجزائر وترشح في الانتخابات البلدية على قائمة الجبهة الوطنية الفرون نسيونال ترشح على قائمة الفرون نسيونال وهو ما زاله متشبث بفكر الفرون نسيونال لكن لأن الناس يقول لك الفرون نسيونال على هو يمين متطرف يمين متطرف فرنسا أنت بالنسبة لك الجزائر وشنو بولوبين قال ما نحب العرب في بلادهم بالصح أنا مذابية تحبني في بلادي ما تخلي لكي نحجر بلادي أنا ما نحب فرنسا اللي تدفع وتشجع النظام ديالي لكي نحجر أنا حب فرنسا اللي تحبني وأنا في بلادي بالقدر مفعدوا بالقدر وبالتالي ما تشجعش النظام اللي يفقر في الشعب الجزائري وباش يدفع الشعب الجزائري باش يهدر ويروح يعيش في فرنسا بحراج هذا هو هذا هو بلما نتكلمو على الحراجة نتكلمو غير على الفرنسيين من أصول مغاربية أو أفريقية هذا ما معنيين لأنه شنوى معها مش معنيين بالموضوع والفرنسيين من أصول الأوروبية هذا ما تكلموش مع أفريقية مش مع أفريقية ولا تأمريكا الجانوبية لأنه ما تترحش مزح في الموضوع الموضوع مع الأفارقة منهم المغاربيين طبعا أفارقة إذن شفنا مليح والليوم كان إجماع إجماع تعتبق السياسية الفرنسية أنه المشكل اليوم لإحداثة في فرنسا هي نتيجة السياسة انتهجها النظام الفرنسي سواء اليسار في عهد ميتيران وورون أو اليومي في عهد ساركوزي وشيراك وماكروغ كيف كيف نتاجي السياسة تمييز بين الفرنسي تمييز وبالتالي ما يحدث في فرنسا هو حرب أهلية إذا حبيت تسميها كلمة حرب لأنه حرب تقصر دق دق شو مقبل النظر وتسمع في الهليكوبتر الدور تسارك لحال في روبي لديستيبتر ديبانك تسارين لخليم حروجين في توركوان إبارات حرغت بانكة حرغت يعني شي سرالعجب في مرسي في ليان في كل مدد نوزيد حتى فلاقوين حتى فلاقوين يعني في ل 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 حتى الخار في موارة في ديار في ديارتون دوترمر المرتينيك لغاني لعنيك لدينا من اعطلس الاصفره لدينا من اعطلس لغانيك لدينا من المصورة في رنسية المرتينيك الأربانيك الاصفره لدينا من سمارات في رنسية قليمة ماشينا لي نقول لك ومعما نقول اخويا اختي وروح اقرأ لما عندك اترنت دور تليفزيون عند خليشان تليفزيون واسمع الفرنسيين ما مش يقولوا حرب دينية الفرنسيين ما سمعتش مسؤول الفرنسي واحد اترح موضوع ديني قال هذك مسلمين وفرنسي مسلمين وفرنسيين نغير مسلمين ما تترحش شكول يران يترح في الموضوع يحب يردوها حرب دينية شكول بوعربوز اين عم بوعربوز لما نشوف انا بيان مسجد باريس يطالب في الشباب باش يهداوا باش كده وش دخلك وش دخلك وش دخلك نظر على جل حجاب على جل جلباب على جل كذا على جل دين لا اتفل يقتلوا يقتلوا البوليسي ما قتلوش على جل متدين والعجل العرب يلا تتدن عرب وش دخل وش دخل من الماليكة تدفل لغاية ركبلي في مرشده في عام 17 سنة مرشده في مرشده في بولنيا معدوش برمي وقف البوليسي يجي ماشي صاح محقوشي تيري ما قالوا منانشان قالوا لبرمي تتوى هذا يزمي تنحا نو السلطات عاطين منذ مدة هذا القانون يسمع البوليس ماشي يستعمل السلاح ديالو ويقرص في حالة ما يكون مهدد هو ما كان مهدد ولكن أنا قلت في أكتر مناسبة الرجل كان معمي بالعنصر شافورة الدنارات وطفول هذا زادم وحارق وكامل أعطاه مش عالي جالسة زيني وش الدخل لمسو الداريس هاي وزيد جمعيت لأي من المغاربة يوجهوني دار المغاربة اللي عايشين في فرنسا قولهم ما يزمش تشاركوه في هذا الشغب هذا مش دخلك شت انت مغاربة هزو شغب مغاربة مليه اللي مغربي ولي جزائري ولي تونسي رزيدان موقيم ما كانش واحد فيهم شارك في هذا الشغب كيف تشاركوه في هذا الشغب كيف تشاركوه في هذا الشغب ما تفهمه ذلك وانتا واش تدخل الجمعية دائمة من المغاربة حاب تديرها مشكلة بين مغرب وفرنسا وكيف تدخل الجمعية دائمة من المغاربة تشاركوه في هذا الشغب لا يوجد حرب جزائريا فرنسيا ولا يوجد حرب الدنيا واليوم نرى الصحافة في الدور الجزائريا اوه قلك فرنسا تقلقوه ويزون رياجي وعليش جزائر تتكلم ماذا ليس له ملحق بتجاي تتكلم تحليفي فمك يقلق هيا بيسكوتاك يقلق على الأخب يهديهم يهديهم لأنه هذا ما هوش فرنسي ما يعرفش حتى اسمه هذا وينبان اسمه مرزوكي ملا مرزوكي وحايدك في تيفي سينك صحفي زغيدور من أصول جزائرية يتكلم في الموضوع يتكلم مع الطفل ويطرح له السؤال صحفي يسألوا هل هل طفل فرنكو أرجيريان جزائري فرنسي أم فرنسي من أصول جزائرية يقولها فرنسي من أصول جزائرية ما هوش فرنكو أرجيريان اسم عمدها ويطرح للمدها جزائرية دين ايدي وقبيبها اسمعشو هنا يقول لها باللي يجب ترجع حتى سنوات السبعين وين كان ذاك الوقت رد فاعل جزائري لانه كانت فيه موجة تاع اغتيالات تاع جزائري اذا كنت كلمت عليه البارح وقلت هذا كانت تسبب خاصة من الواحد والسبعين منذ تأميم البترول الى سنة من حقش الثمانينات اللي كان فيها رد فاعل جزائري لما كان هناك اغتيالات وهو يأكد في هذا الكلام كانوا سنة رد فاعل حتى موجة 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 بقصاد لانه كان موجة الالجيري انتظروا الالجيري انتظروا الجزائر كان من حق الى درجة انها وقفة الهجرة الرسمية تقاتش هجرة لفرنسا قال لك انه العلاقات بين الجزائر و فرنسا كانت سيئة جدا وهذا كنت قلته غير منذ هذا انه النظام الفرنسي كانت علاقاته مع النظام الجزائري سيئة الا فى الفترة اللى كانت الجزائر تبني وتشيد وطبعا كان نظام في خدمة الشعب الجزائري لما مثلنا عاديك مثال لما الجزائر قرب تبني موركب الحجار هرب دفاع فرنسا وشنا قال حابين تاكلوا الحديد انتو ما وش تديروا به موركب اللى يصنع زوج ملايين طن الحديد وش تديروا به محتاج بالحديد اظهر هذا الموركب مكفيش للاستهلاك الداخلي لانه الرزائر كانت محتاج حديد مصنع مش تبيع الفرنسا خام وتعود تشريها عليها مصنع لانه كانت فيها سياسة تنوية اقتصادية حتى تثمرها كانت فيها سياسة تنوية اقتصادية كما قالت اقتصادية جزائريين اللي الجزائر الدخلت عليهم والجزائره موقفت الهجرارين وكان جزائريين قال لك ولكن من بعد الجزائريين كانوا موجودين في فرنسا جابوا دراري ولدهم زادوا جابوا دراري ولو كاين جيلين وانا في الجيش الثالث يقول لك الآن الجزائر الذي نرى في الهجراء حتى عندما يتبعوا بالدخل الجزائر هم جزائرين فرنسا ولكن في الهجراء سليمان سليمان لتعطيك الجزائر الذي نتحدث هل كان من الهجراء الفرنسا والجزائرين وفرانكوالجيرين والذين كانوا بحقين هذا المسلم يجب أن تترجم عن سي لتعطف عن سي لتعطف من سي لتعطف الذي يتقلون هذا المسلم قبل أن يتعلق ما يتابعها لما يقول كان هذا كان للمسلم كان للمسلم الثاني الثاني قلما ذكرى Rather скаж Learn التوتض wheels بعد hierarchانين نحن التوت وست من هنا في الأسفwn وصلوا ل اخريدا هل هل ت Lego جزائري فرنسي فرنسي وارجليا فرنسي من أصول جزائريا وفي معنى آخر تقول لها لديهم دوبر نشونا لديهم دوبر نشونا لديهم سجل في المنزل ويجب أن يكون لديهم ويجب أن يكون لديهم ويجب أن يكون لديهم هل سمع؟ فرنسي 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 فريم أن يكون لديهم أصول جزائريا لا يوجد أصول إطالية من أصول بلونية من أصول مغربية ومن أصول توسية هذا هو مضوع إليه فرنسي وفرنسي وفرنسي من أصول فرنسي من أصول جزائرية موش فرنسي من أصول جزائرية ويزاور هذا هو مزيدة في فرنسي أمزيدة في فرنسي ok ce n'est pas la première fois qu'un Français d'ascendance algérienne défray la chronique soit pour des succès littéraires des triomphes sportifs soit pour des faits de violence أو لإنجاز تراجئ كما يتحدث في الانتر المترجم للقناة المشكلة هي أن الحكومة الجزائرية بالبناء والبيانة التي تدخل في الشأن الفرنسي وتطلب من فرنسا لتحمي الجانيان لأن الحكومة الجزائرية كانت مكرون كانت لديها بيان وعترف وقال هذه تراجيديا وقضية فرنسية ترجع الواقع ما في هذا الموجود يحدث في الشأن الفرنسي عن الحكومة الجزائرية ومثل الواقع في الشأن الفرنسي لذلك ما لم يكون هذا قد حدث في العام هذا سيحيخ في ن curt اليوم يحدث في التراجخات الحكومة الجازية السيطرة لا تتفع الجزائرية ولكن لماذا تدخل حكومة جائج لدخلك؟ لأنه يحب أن يستغلوا الظرف وإن كانت تدهور العلاقات الجزائرية الفرنسية وتدهور هذا لا يحب أن يفصحوا عليه لماذا يفصحوا على التدهور يتقوم بحرارة لكن كائن ينتهر في العلاقات الجزائرية الفرنسية لذلك كانت تدخل هذه الحكمة جائج لديكم وإن سياسة هذه ما وهو جديد وهو شيء غريب 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 اشتركوا في القناة في الواقع كان شيء آخر ومتذكر من ضمن نقاط الخلاف هي هذا الحملة تاع الناس يقول لك لابد من توقف عن العمل باتفاقيات ايفيان اتفاقية 68 ما شير تاقي ايفيان اتفاقية 68 اللي تعطي انتيازات للجزائري في فرنسا وهذا موضوع يعني يبين انه النظام الجزائري يحب كما يقول لك لبور الارجان لبور يحب الزبدة ودراها من الزبدة كيف يبيحها من جهة انا راني شوف انا انا سيد ما تدخلوش في سياستي لما جي تقولولي احتر بحق الإنساء قلكم ما تدخلوش اروحكم لما نجي نقول لكم يا ولدي اديو الحراجات يا ولكن تقولي ما تدخلوش اروحكم يقوليك صحة خلينا نعتبروكم كيفكم كيف الاخرين ما تبقاش عندكم امتيازات اه خلونا امتيازاتنا من المفروض انتم ما يترفضوا الامتيازات امتيازات احنا بالد بترولي وغاز وحديد وكذا وكذا ما يحتاجون لكم امتيازات هذه امتيازات تازو جدورو ما تدخلوش احنا همتديا تقوليك تود qui accorderait des privilèges pour l'immigration algérienne donc il y a eu une polémique très vehement et c'est en France qui a eu son écho symétrique en Algérie avec une campagne de presse de presse très très anti-leadership حشمو على الاروحكم من درامكم كم من درام الشعب مهربين هالفرنسا تشروف العقار في فرنسا تسمعها تدير الوثرة في فرنسا توازير مجاهدين درامكم من درامكم من درامكم من درامكم في فرنسا تدير مجاهدين زي مكن مجاهد تحشمو منافقين نعم هذا الظرف دخلوا يجعل ذلك شيء غير عادي يقولوا تفعل هذا وكان جزائري ويجب تحمي ونجم تخمي لا يوجد تخمي يقولون السول نتال هذه الأرض وما يدخلوا تخمي وحما يحمايها ما في الغباء هذه هي قمة الغباء تسألو تقولو الباية الجزائر يقول بللي الجزائر تبقى تابع بين شغال كبير هذا القاضية هذه تابع بين شغال هذا تقولو تابع بين شغال كبير ديساماً سور لامور دان امم كي بلسي ان امان فالا قال هلا ماندونوش بشي بقاويتابعو إلي يديرو لي أنو ما يدوش انتاجرو ونزيدو سات ونضاربو يعني مضاربة على وفاة إنسان خاصتنا هذا طفل هذا عيب عيب كبير قال هلا ماندونوش يدو يرجع لها وهذا مغلقوا فامهم همطفاهم نحن وهذاك سؤالي مطروح هذا من ضمن قاتل كنت عشرت لها مقدمة لماذا فرنسا الرسمية ما رددت على بيان بجالة الخارجية الجزائيلة لأنه هذا بيان وقح هذا بيان وقح كيفاش تتكلمي على مواطن يا لي شي سراع عندي حتى فرضا لو كان هذا يا فرنكو أرجاليا ما تتكلمش عليه لأنه فرنسا رو فرنسي خلاص رو فرنسي ها لو كان مرض وقل كما روح الداوي هراه جزائري تقولوا لا لو كان قل كما رو يقرأ محتاج منحة دراسية باعتبار انه جزائري تقولوا لا لا تعرفوا جزائري اذا يلاعب فوتبال مليح وما ساحتوش في الكيب دو فرنسي جيبوها عنا في المنتخب الجزائري واذا أني بش نشريوها الفرنسا فيها شريا وبدعا ما الباقي عيب عيب التاجر بدمت فل صغير عيب التاجر بدمت فل صغير عيب قل لي العرايا ننتظر من كل شي ننتظر كل شي من العرايا نعم نسنا كل شي يجي من عند العرايا ربي قدر خير بلادنا ربي بعد عليها ولاد الحرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة